بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدث 176 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح حياكم الله شيخنا حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب الحدود وفي حديثه عن باب التعزير وأتينا على قوله وهو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ثم قال كاستمتاع لا حد فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد كما سبق أن التعزير هو التأديب وهو واجب في كل معصية لم يصدر فيها حد من عند الله عز وجل أو عند رسوله صلى الله عليه وسلم أو يصدر فيها كفارة فإن مدارها على التعزير وهو التأديب الذي يمنع من تعاطيها ثم مثل بالمعصية التي ليس فيها حد ولا كفارة وهي الاستمتاع الاستمتاع بالمرأة التي لا تحل له دون الزنا دون الزنا فهذا يعزر كمن قبل امرأة لا تحل له أو لمسها أو باشرها بدون الجماع في الفرج أو وجد معها في مكان خال ونحو ذلك فإن هذا يعزر بمعنى أنه يؤدب بما يردعه هو أمثاله نعم وسرقة لا قطع فيها وكالسرقة التي لم تتوفر فيها شروط القطع بأن أخذ مالا على وجه الخفية من حرزه لكنه لم يبلغ النصاب مثلا أو أنه يبلغ النصاب لكن له فيه شبهة كما يأتي فهذه فيها التعزيل ولا يترك الجان يذهب ويقال إذا لم يكن عليه حد فإنه يترك بل يؤدب من مقدمات الجريمة وتعاطي أسباب الجريمة نعم وجناية لا قود فيها وجناية لا قود فيها سبق في كتاب الجنايات أن الله وضع القصاص في الأنفس والقصاص في الأطراف والقصاص في الجراحات والقصاص في المنافع أو الديات التي قدرها الله فيها سبق هذا أما إذا كانت الجناية ليس لها لها حد في القرآن فإنه يعزر فيها كاللطمة مثلا باليد أو اللكزة أو ما أشبه ذلك من الجنايات الخفيفة لأنها عدوان وظلم فيعزر من فعلها نعم وإتيان المرأة المرأة ومنها الجرائم التي يعزر فيها لأنها ليس فيها حد وهي معصية وليس فيها كفارة إتيان المرأة المرأة وهو ما يسمى بالسحاق بأن يكون بين المرأتين احتكاك وما يشبه الجماع فإنها ليسمى السحاق وهو معصية ومحرم ويجب أن يعزر من ارتكبته بما يردع من ذلك وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء فنخشى أن يكون أدركنا شيء من ذلك الآن بسبب تمرد النساء وبسبب اجتماعهن الاجتماعات المريبة والمشبوهة وبسبب افراطهن في التزين وما أشبه ذلك من دواع الفتنة نعم بسا الله عنه والقذف بغير الزنا ومن المعاصية التي لا حد فيها ولا كفارها القذف لأن القذف معصية لأن عرض المسلم حرام فإن قذفه بالزنا أو اللواط فقد سبق أن عليه الحد ثمانون جلدة يسمى حد القذف لكن إذا قذفه بغير الزنا أو بغير اللواط بغير الفاحشة يأن قال يا سارق يا خبيث يا كافر يا حمار وما أشبه ذلك من الألفاظ البذيئة واشتكاه من صدر في حقه فإن القائل يعزر بما يردعه نعم ونحوه ونحو ذلك من كل معصية ينطبق عليها هذا الحد ليس فيها حد مقدر وليس فيها كفارة وهي في حد ذاتها معصية ومحرمة فإنه لا بد من الردع أن تعاطيها نعم خصوصا إذا كانت ينتشر شرها على المجتمع نعم ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات تعزير ينقسم إلى قسمين تعزير الذي هو الذي المقصود منه التأديب فقط ولم يكن عن معصية وإنما هو عن فعل خلاف الأولى كالذي يؤدف الصبيان نعم والرجل يؤدف امرأته ونحو ذلك فإذا كان القصد من التعزير هو التأديب على غير معصية وإنما على مخالفة على مخالفة غير لائقة فهذا لا يزاد في تعزيره على عشرة أسوات قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله عز وجل هذا هو النوع الأول فيباح للمعلم ويباح للوالد ويباح للزوج أن يضرب من تحت يده ليؤدبه عن تعاطي ما لا يليق من الأمور التي لا تصل إلى حد المعصية وإنما هي خلاف الأولى خلاف الأولى النوع الثاني ما كان على معصية التأديب الذي يكون على معصية من معاص الله ومخالفة لأمر من أمور الدين لكنه لم يرتب عليه حد ولا كفار فهذا يُكَل الاجتهاد الحاكم فيعزره بما يراه رادعا وهذا يتفاوت ويختلف باختلاف الناس نعم فمن الناس من يكفيه الكلام والتوبيخ ومن الناس من يكفيه الطرد من المجلس والفصل من الوظيفة ومن الناس من لا يكفيه إلا الضرب فيضرب ولا حد لهذا الضرب لأنه موكون إلى اجتهاد الحاكم وقد يكون يفضي إلى القتل فإذا لم يرتد إلا بقتله فإنه يقتل تعزيرا فيبدأ من التوبيخ وينتهي بالقتل إذا لم تنفع التأديبات والضربات والجلدات فإنه يقتل لأنه يصبح من المفسدين في الأرض الذين يسعون في الأرض فسادا نعم أثابكم الله قال ومن استمنى بيده بغير حاجة لأنه ثبت أن الصحابة عزروا على بعض الجرائم بما يزيد على مئة جلده وهذا يختلف كما ذكرنا باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص اختلاف الجرائم والمجتمعات نعم ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر ومن المعاصي التي ليس فيها حد ولا كفارة الاستمتاع باليد الاستمتاع باليد سبق لنا أن الاستمتاع بالفرج المحرم أن فيه الحد الاستمتاع بالفرج المحرم فيه الحد كما سبق لكن إذا استمتع بغير الفرج لأن استمنى بيده وهو ما يسمى الآن بالعادة السرية فهذا حرام ومعصية لأنه استمتاع بغير ما أحل الله الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادو فمن ابتغى وراء ذلك أي استمتع بغير زوجته وبغير مملوكته فأولئك هم العادون أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام ومن ذلك العادة السرية فإنها استمتاع بغير الزوجة وبغير ملك اليمين فتكون من الاعتداء المحرم الإمام الإمام أحمد بن حنب رحمه الله في رواية عنه يرى أنه إن كان لحاجة فإنه يجوز الاستمنى باليد إن كان لحاجة بأن خاف على نفسه من الزنا أو الوقوع في الفاحشة وليس هناك سبيل يتخلص فيه من هذه الشهوة إلا بالاستمنى فإنه يباح له هذا رواية عن الإمام أحمد والجمهور أنه لا يباح بحال من الأحوال وهو محرم لأن الله جل وعلا يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والنبي صلى الله عليه وسلم قال يمعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا لتخلص من الشهوة إما بالزواج إن كان يستطيع وإما بالصوم ولم يجعل شيئا ثالثا فدل على أنه لا يجوز الاستمنى باليد وأنه معصية وإذا كان كذلك فإنه يعزر من استمنى بيده يعزر بمعنى أنه يؤدب بما يكون رادعا له ويكون تقدير التعزيل راجعا إلى اجتهاد الحاكم إلى اجتهاد الحاكم في ذلك وهذا هو الراجح الراجح أنه لا يباح الاستمنى باليد في حال من الأحوال بل إنه يعزر من فعله حلاوة على ما ينسب للأطباء إن صح أنه أيضا فيه أن فيه ضررا على الصحة قالوا إن الاستمنى باليد فيه ضرر على الصحة وعلى العقل نعم إذا القول المؤلف رحمه الله بغير حاجة هذا القيد عند الإمام أحمد تبايا لهذا ولذلك قال ولو ومن سمن بيده بغير حاجة بغير حاجة إشارة للخلاف نعم لكن الراجح أنه لا يجوز بحال نعم سأل الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القطع في السرقة نعم سبق أن من الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها المال نعم المال فمن اعتدى على أموال الناس بالسرقة فإن الله فإن الله فإن الله جل وعلا وضع له حدا رادعا بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم وقال والنبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق فالقطع في السارقة ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين والحكمة فيه حفظ أموال حفظ أموال الناس وبسط الأمن على المجتمع في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم فالقطع في السارقة فيه مصالح عظيمة ولهذا قال جل وعلا جزاء بما كسب فهذه اليد الذي امتدت وأخذت مال الغير وهو آمن ومحرز له ثم جاء خفية وأخذه فأحده أن تقطع هذا اليد الخائنة ولهذا لما اعترض الملحد الخبيث المعري بقوله يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار فرد عليه العلماء أحد العلماء بقوله حز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري وقال آخرون لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت هذه هي الحكمة في قطع يد السارق نعم حسن الله قال رحمه الله إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطعا هذا مجمل الشروط وسيأتي تفصيلها إذا أخذ الملتزم إذا أخذ الملتزم الملتزم بحكم المسلمين وذلك يشمل الذم لأن الذم يلتزم بأحكام الإسلام وتطبق عليه أحكام الإسلام فإذا سرق تقطع يده نعم نصابا يشترطا يكون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار كما يأتي نعم من حرز مثله يشترطا يكون من الحرز وهو الشيء الذي يحفظ المال فإن كان المال في غير حرز فلا قطع على من أخذه نعم من مال معصوم من مال معصوم من مال معصوم والمعصوم هو المسلم أو الذمي فالمسلم معصوم ماله والذمي كذلك لأن له مال المسلمين وعليه مال المسلمين يخرج بذلك مال الحربي مال الحربي الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا أمان فماله مباح نعم لا شبهة له فيه لا شبهة له فيه يخرج إذا كان له شبهة كأن يكون أخذ ممال ولده أو الولد أخذ ممال والده نعم على وجه الاختفاء هذا الشرط الأخير أن يأخذه على وجه الخفية أما إذا أخذه مجاهرة فهذا يأتي فيه أن يكون إما نهب وإما قطع طريق وإما اختطاف وإما غير ذلك يأتي فيه نعم قطع قطعت يده لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نعم أعيد العبارة نعم إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع نعم هذا مجمل الشروط وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى نعم قال فلا قطع على منتهب هذا بيان لاحتراز الشروط لا قطع على منتهب وهو الذي يأخذ المال على وجه الخطف على وجه الاختطاف من صاحبه نعم ولا مختلس ولا مختلس وهو الذي يأخذ المال من غير حرز نعم ولا غاصب ولا غاصب وهو الذي يستولي على المال قهرا نعم ولا خائن في وديعة أو عارية ولا مؤتمن خان في أمانته كأن خان في وديعة عنده أو عارية عنده فجحدها فهذا لا قطع عليه لأنه ليس بسارق ولكن الصحيح في جاحد العارية أنه يقطع كما ياته نعم قال ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها نعم ولا خائن في وديعة عنده أو عارية استعارها ثم جحدها نعم أو غيرها أو غيرها من الأمور التي اتمن عليها فخان فيها وكذلك الغاش في المعاملات الذي يغش هذا حرام لكن ليس عليه قطع نعم ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه الطرار هذا سارق لأنه أخذ المال من حرز كأن يكون المال في جيبه في خبنته ثم جاء وشق الخبنة خفية ونزل منها المال فأخذه هذا أخذه من حرز وهتك الحرز لأن صاحبه وأحرزه في جيبه في خبنته وهذا ما يسمون بالنشالين الآن في الحج وغيره يدخلون في الزحامات ويكون معهم مشارط أو أمواس أو أشياء خفية وبسرعة حركة فيتتبع جيوب الناس وما معهم في حقائبهم أو في محازمهم فيشقها ويأخذها هذا سارق لأنه ينطبق عليه حد السارق لأنه أخذه من حرز ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما نعم يشترط أن يكون المسروق هذا الشرع الآن في شروط في بيان شروط في تفصيل في تفصيل شروط القاطع في السارقة الشرط الأول أن يكون المسروق مالا فإن كان المسروق غير مال ليس مما يتمول مثله من الأشياء التي لا قيمة لها هذا لا حد عليه نعم محترما يخرج ما ينتفع به انتفاعا محرما مثل آلات اللهو مثل آلات اللهو اللهو وأدوات الخمر وغير ذلك مما يستعمل للمعاصي فهذا لو سرق لا حد على سارقه لأنه غير محترم يعني ليس له حرمة في الإسلام بل الواجب إتلافه فمثلا الصور المحرمة والتماثيل وأدوات اللهو كالعود والطنبور وآلة الموسيقى وأدوات الخمر ومصانع الخمر كل هذه لا حد فيها لأنها ليست أموالا محترمة بل هي أموال مهدرة يجب إتلافها نعم قال ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما مالا هذا الشرط مالا مالا محترما يخرج ما ليس بمال ومحترم يخرج بما ليس بمحترم نعم وليس بمال مثل ماذا أشياء؟ مثل الأشياء التافية مثل عود ولا تمرة ولا شيء يعني يسير فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر لا قطع في سرقة آلة لهو كالمزامير والمعازف وأدوات العزف اللي يسمونها الآن فن الله يستعى ويحترفونها على أنها فن ويشجعون هذا الإسلام يحرمها ويوجب تلاف هذه الأدوات وتعزير هؤلاء المغنين وردعه نعم ولا محرم كالخمر ولا ما هو محرم استهلاكه كالخمر والحشيش والمخدرات هذه كلها يجب أن تتلف وكتب الإلحاد كتب الزندقة كلها يجب تلافها لأنها لا حرمة لها نعم ويشترط أن يكون نصابا هذا الشرط الثاني أن يكون المسروق نصابا وهو وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار والمقدار الذي تقطع فيه يد السارق الحد الأدنى فيه أن يكون ثلاثة دراهم إسلامية ثلاثة دراهم من الفضة إسلامية ومقدار الدرهم نصف مثقال وخمسة المثقال هذا مقدار الدرهم وهو النقد من الفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ثلاثة دنانير يعني من الذهب ثلاثة نقود من الذهب مقدار كل دينار مثقال من الذهب نعم قال وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار لما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ثلاثة دراهم وقطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم أو ربع دينار لأن الدينار في ذاك الوقت اثنى عشر درهم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدة والدينار في ذاك الوقت اثنى عشر درهم فيكون ربعه ثلاثة دراهم نعم أو عرض قيمته كأحدهما أو أن يسرق عرضا قيمته كأحد النقدين يعني لو سرق سلعة مراد بالعرض السلعة لو أخذ إناءا أو قلما أو دفترا أو كتابا أو ثوبا قيمته ثلاثة دراهم فأكثر فإنه تقطع يده أما إذا كان هذه السلعة قيمتها أقل من ثلاثة دراهم فإنها لا تقطع يده دليل على أنه يقطع إذا كان بلغ ثلاثة دراهم أنه ورد القطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم نعم وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع بعد قوله ويشترط أن يكون نصابا وهو ذلك إذا أخرجها من الحرز وسرقها لكن ملكها بإرث مثلا ملكها بإرث أو بهبه قبل أن يرفع إلى الحاكم سقط القطع لو أن المسروق منه وهب السارق هذا المال أو السارق ورث هذا المال فإنه يسقط القطع لأنه أبيح له ذلك إلا إذا ارتفع الأمر إلى الحاكم فإن هبة المال له لا تسقط القطع لأن صفوان بن أمية رفع سارقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرق رداء صفوان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فقال صفوان ما أردت هذا يا رسول الله ردائي له قال صلى الله عليه وسلم هل لا قبل أن تأتيني به هل لا قبل أن تأتيني به وقال عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب نعم قال وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع إذا نقص عن نصاب السرقة نقص عن نصاب السرقة قبل إخراجه من الحرز أما لو نقص بعد إخراجه من الحرز هذا لا يوثر لكن لو نقص قبل إخراجه من الحرز فإنه لا حد عليه لأنه افتقد شرطا من شروط القطع وهو النصاب أو ملكها السارق خلصنا من هذا هو قال لم يسقط القطع نعم بعد الإخراج من الحرز نعم بعد الإخراج من الحرز تعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز نعم العرض الذي قلنا تقطع في يد السارق هو إذا بلغت قيمته ثلاثة دراهم متى يقوّم هل يقوّم قبل إخراجه من الحرز أو بعد إخراجه من الحرز يقوم قبل إخراجه من الحرز فإذا كانت قيمته يوم يخرجه من الحرز ثلاثة دراهم ثم نقص بعد ذلك ففيه القط أما لو كان العكس قيمته يوم كان في الحرز درهمين فلما أخرجه من الحرز ارتفع سعره وصار ثلاثة دراهم هذا لا قطع فيه لأن العبرة بقيمته وقت إخراجه من الحرز نعم أحسن الله إليكم قال وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز فلو ذبح فيه كبشا لو ذبح في الحرز كبشا في الحضيرة مثلا ثم أخرجها لحما فهذا لا قطع عليه لكن عليه الإجراءات الأخرى لأن يضمن المال ويعزر نعم أو شق فيه ثوبا أو دخل الحرز وشق فيه ثوبا وأخرجه بعدما شقه وصار ما يساوي ثلاثة دراهم يعني شق الثوب في الحرز شقه في الحرز في الحرز ثم أخرجه بعدما شقه صار ما يساوي ثلاثة دراهم فليس عليه قطع نعم قال فنقصت أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه نعم فلا قطع عليه أو أتلف فيه المال لم يقطع أو أتلف فيه المال بأن أحرقه في مكانه في الحرز فليس عليه قطع لكن تبقى الإجراءات الأخرى وهو تضمينه المتلف والتعزير تعزير بانتهاكه لمال الآخرين واعتدائه عليهم فيعزر نعم وأن يخرجه من الحرز هذا الشرط هذا الشرط الثاني اشترط في المسروق الشرط الثالث هذا الشرط الثالث الشرط الثالث أن يخرجه من الحرز فإن أخذ المال من غير حرز فإنه لا قطع عليه والحرز يتكلم عليه المصنف فيما يأتي نعم ندع ذلك إن شاء الله ندع كلام مؤلف عن الحرز إلى لقائنا القادم إن شاء الله لنهاية وقت هذا اللقاء أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي لنهاية حلقتنا هذه شكر الله لكم حسن استماعكم وشكر لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان حتى نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة